كاتعوني من الشعر الزائد ما خلا عندك اختلاك انا لا خاطر عندك الشعر اللي بكين مو ضغية ضغية عيدي بكثرة الشفرة لاسير الحلاوة اليوم البنات جبت لكم احسن حل اللي غتودعي بي ان شاء الله الشعر الزائد و تقولي لي باي باي و الى الابد بحبة اقوى من الليزر البنات في ازالة الشعر الزائد نهائيا وللابد زايداناني البنات نشارك معكم جوديا لغوسات او لجوديا الوصفات و ازالة الشعر من الجذور و كذلك و ازالة الشعر من الجذور و كذلك و ازالة الشعر من الجذور و كذلك و منع نومه في حاله لا زاق بشكل طبيعي في المنزل ديالك اختيب لك كثرة الحساس و كثرة الاموال الطائلة اللي غتتخسر عليه هذا الليزر البنات يبقى طبيعي اقتصادي و رخيص ولكن تختيمو شعره و كذلك تشعير ديالك بلاسيق و بالحلاوة ضغيك سمانة و كذلك تشعير ديالك و بشكل كبر و كثرة يعني حتى الشعر كثرة طويلة و غليدة سميكة فاليوم تحتاج لك احسن غوسات لغوسات لغوسات عجيبة و لكن ستبع معها لغوسات لانه المقادر ديالها الاساسية و التناوية رخيصة موجودة في كل بيت و في كل منزل و انتمنى اللي بنا تدعمونا بلايك حاولوا اعافكم تجعونا بلايك ديالكم بشكل ما هو جديد و كل ما هو موفيد اشتركوا خطيفا و اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و انتمنى الاستخدام واحدة حاجة هى البصله الحبيبه البصله حبيبه جديد انواع كل الميجد سبب الناس انظروا ايضا موقع لبصلة قبل أن تنسوا اشتركوا في القناة قبل ان اعطيكم جديد اخطيج كله مع احباب وصدقاء ولكن كما قلت لكم الحمرة و البيضة فالي عندك في هات الجوج خدمي بهم ماشي مشكل بحال بحال في النتيجة ما شاء الله عليهم في الغزولة تدير هاد الاغوسات كتعطي بحال لدرتي البيضاء بحال لدرتي البيضاء بحال لدرتي الحمر هذه البلدية و هذه الرومية ولكن ركيب قوجوجهم زمينين لف الضغميرة لف الشيوات لف الأوكلات وكذلك ما شاء الله حتى في الوصفات الطبيعية سواء لإزالة الشعر سواء اللي إنبات الشعر سواء بزاف ديال الوصفات اللي كيتعلقو بالجسم أو بالشعر كذلك كما قلنا البناس نحن نحتاجون ان شاء الله لبصلة الحبيبة دواء كما قلو ماشاء الله عليها حبيبة بكل ما في الكلمة من معناه دابا البناس سنشارك معاكم لاغوسات اللي غدين منعوا بها الشعر الزائد شنو غنحتاجوا فيها البناس سواء البيضاء ولا الحمراء غنحتاجوا فيها الخل إما المائدة الملون إما التفاح إما الخل الأبيض هذو ثلاثة أنواع دائما كنشاركو معاكم تقريبا بجميع الفيديوهات هم احسن مكين في الانواع الخلولة و ديما عندك الحساسية من الخل نسكسع الخل و لا نسكسع الخلطة او ملانجة لكي لا تشعر بالخل المئة في المئة مركز هذا الشيء الذي كان لدينا لبنات هذا الاسيوس و الطريقة سنحتاج الخل اما البيض اما خل الملون اما خل تفحد و ثلاثة انواع البنات من بين احسن مكين في انواع الخل كذلك البنات سنحتاج الملح او للملحة بالنسبة للملحة البنات ها هي البنات الملح العادي بالنسبة للملح البحر الميت هذا ملح عادي ديال الماكلة ديال الطبخه وهو اللي سنحتاج كما قلنا الملحة البصلة والخل هذو ثلاثة اشياء احتاجهم في الوصفة الاولى اللي هي اللي منع النمو قدرها من بعد ما تزول الشعر من بعد ما تزول الشعر من جدا باستخدام كل ملحة البصلة بدأت الملحة البصلة حتى الغرفة 30 درهم مغربية على حسب الماركة و على حسب لغام وهنا سنحتاج الكوتون ديسك أو قطع القطن قطع القطن الدائريين أول شيء سوف نقوم بها هي أننا سوف نأخذ بصلة سوف نأخذ بصلة سوف نأخذ بصلة البيضاء سوف نأخذ بصلة البيضاء سوف نأخذ بصلة البيضاء نأخذ بصلة البيضاء سوف نأخذ بصلة الحكاكة اي نوع اي حكا كم طبيعية الحال نقضي هذه الجهة الصغيرة يعني هذه الجهة هي اللي كتلق لنا لما تلبس لها فهنا نبدأ نحك وماشاء الله عليها البنة حارة وخير مياه وليس بارك الله عليها حارة 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 بزر فأنا سنكتفغي بهذه الكميه هذه ولكن سنكتفغي بهذه الكميه هذه القليلة مكتبش فيها بزر 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 الدرس ونأخذ هاد الكميه دل الباصل نحول هنا ينصفي وها باش ناخذ غير العسر دل البصل لننت plungذه حتى شي م fasc движ بشى securities للشوائبılar فظل برمرة او العسر في البصل وهذا البنس والكميه قريبة ولكن tahu مسائل قائمة كافية كما قلنا سوف نخدم الوصفة الأولى سوف نخدم الوصفة الأولى نخدم الوصفة الملح نضيف 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 الملح مره في 15 يوم بعد إزالة شعر الزائد اقتصادية ورخيصة في دورة 5-10 دقائق بمسيحة شعر الزائد بالنسبة لغصات تمنع المكدلات تمنع المكدلات تمنع المكدلات واضحة ورخيصة الوصفة الثانية بسم الله المعنقة الصغيرة أخذت البصلة البيضة المقادرة يجب أن تحتاجوا 1 خميرة الحلويات 8 جرام يمكنك أن تقوم بعمل أي نوعية الخميرة الحلويات تحتاج إزالة شعر الزائد معجول أسنان أي مركة المكات مسيحة مهات الخميرة الحلويات أحتاج الكثير الخل خل دقيق الابيض عسرة البصلة معجول الأسنان ساشية وحدة الخميرة وكذلك الدقيق الابيض تبييد إزالة شعر الزائد علاج البوقع علاج الحبوب علاج عدة مشاكل عسرة البصلة ساشية وحدة الخميرة ممكن تعويضها بكاربونات السوداء أو بكاربونات السوداء أو سوداء الخبز كذلك مثل الخل مائدة الملون أو الخل الابيض أو خل توفاح ودائماً لكي يكون عندكم مشكلة مع الخل فحاولوا تأخذوا نسكة ساعة الخل مع نسكة ساعة الماء كي لا يبقى مركز المئة بالمئة فبالتالي ينقص تركيزه وقليل في التركيزه وهو معجول الضور للبنات في الآغوستات لأنه بزاف نكون كتسولوني عليه فالدور للبنات هو أنه ما كيخليكش تحسي بحالك يعمل على شكل بمثابة مخدر يخد المنطقة لأنك تزولي الشعر ما كتحسيش بذيك النطرة و لديك الناس عادية المنطقة يجب أن يفتح و يفتح و يبيض إن شاء الله سأخذها معكم و سوف نتقاسموا معاكم في عدة وصفات لتبيض الجسم مثلا تبيض المنطقة الحساسة خصوصا تحت الأبتين فهو المنطقة يبيض صراحة و عنده عدة منافع و عدة مزايا هنا نأخذ ساشي وحدة الخميرة الحلويات أو بيكاربونات سوديوم أو بيكاربونات السودا نضيف الخل المائدة الملونة هذا الماركة و لهذا النوعية تبقى مزيانة هناك تفاعل و لكرة أمر طبيعي جدا هالتفاعل هذا البيكاربونات أو الخميرة الحلوة بحال نفس التفاعل مع الخل و مع عصرة البصلة كما ترى تبقى لنا الدقيق الأبيض و معجون الأسنان أي نوعية كما قلنا حبيتوها و لا بغيتوها شوفو انتماش من ماركة تستخدموا و شوفو انتماش من ماركة تفضلوها أكثر لأنه كل شخص كيفاش كيف يفضلها كده النوعية ديال ديال معجون الأسنان كلي كيحب ماركة معينة و كلي ما كيحبش هذه الماركة فهناك تبقى تبقى حرية اختيارية على حسن اشنو بغيتو اشنو مبغيتو اشنو بغيتو اشنو بغيتو اشنو بغيتو معلقة تانية ديال الدقيق الأبيض يعني في المجموع جوج معلقات و غنشوف عيني ميزاني كفات نرهم زيان ما كفاتنيش كنعود نزيدو المقادر ديال هاد فهنايا ما كفاتنيش غدي نعود نزيد كيميا ديال الدقيق الأبيض بالنسبة للدقيق الأبيض تزوينا البنات في ازالة الشعر من ديما كان شاركو معاكم كنقول لكم احسن مكان في ازالة الشعر الزائد هو الدقيق الأبيض ملعقة للمجون الإسنانية ماركو الإينوية ماركو الإينوية ماركو الإينوية ماركو الإينوية نحن نضيف ماركو الإينوية ماركو الإينوية من بعد ما توجد صافي لا أعلن إلا أننا نخذ هذه الوصفة ونطبقوها نطبقها معكم مثلا أنا رضيجة نمحيدة الشعر الزائد ولكن ضروري ما سنطبقها معكم ونحن نرى كيف تخدم حالكة نجعلها تنجف تماما ومن بعد نفرقها وشعر يبدأ يطير ما نجدر نجاح الابنات هو أنها تفرق لكن من بعد ما تجف تماما يعني ما تزربوش عليها نهائيا حتى تنجف وحتى تجف بعد من بعد فرقوها لا تفرقوها وهي مازال فازقا لا تنجح معكم الوصفة نهائيا مهم ومن ثم تزولو الشعر الزائد مثلا هانتو محيتو الشعر الزائد فهي بمسيحة واحدة من بعد ما تنشوف كتار ذك الشعر يعني ما يبقى نرى النداجة أنا محيدة بها قبل من بعد تأخذو ديك اللقطين اللي يمبل اللغسات اللولة اللي يفعل ملحة الخل وعسرة البصلة وكتدهنوها على ديك البلاسة خمسة دقيق وصفيك تغسلوها ومن بعد تعودوا ترتبوها بشي كريم مرطب او شي زيت لانه الخل كي نشوف شوية البشرة فضروري عندك البشرة سنسيبل ولا بشرة حساسة بزاف ولا بشرة جافة الأقصى درجة فضروري يخسكم الترطي هادي شي اللي كانت البنات لغسات اليوم ديك البصلة الحبيبة ما شاء الله عليها للوصفة الأولى ولا الوصفة الثانية بجوجهما البنات زوينين ما شاء الله على المنافع ديك هانتوما هادي هي الوصفة الأولى هادي هي الوصفة الأولى هادي قوامها في حل دوكلي بوماد جاهزين ب 15 درهم بستين درهم لحسب كنا لغسات الثانية لغسات الثانية لغسات الثانية اقتصادين ورخاصين بزاف وما شاء الله على الغزل تولى على النتيجة لا يمتمنى تعجبكم كتبونا في التعليقات مني تطبقوها ونجح معكم كتبونا وشدرتوها بالبصلا في دولة الحمراء وشو من نوعية البصلا في التعليقات وما تنسونا بالبغتاج شاركوه في القناة ونطلقى معكم في فيديوهات مقبلة ان شاء الله إلى اللقاء